اشتركوا في القناة كلمة معروفة وكلمة لغة عربية فصحة فالكل بيتعرف عليه فالنهاردة في بعض الرؤى الخاصة عن العيش او الخبز ان كنت كمان يعني وطبعا ده للتنبيه ان انا ذكرت اكثر من اللقاء عن الخبز ما يقرب من خمس ست فيديوهات وبالتالي انا حابب انبه على كل فيديو علشان اللي بيدخل الجديد يبقى فاهم علشان لم يجي شخص يجي يبحث في القناة ويكتب عنوان يلاقي اكتر من عشر خمسشار فيديو لنفس العلوان يا جماعة احنا بفضل الله ما بنكررش لما بنقع على بعض الرؤى الجديدة لما ذكرناهاش في موضوع بنصور لها فيديو فالنهاردة في بعض الرؤى الخاصة عن العيش او الخبز اولا رؤية اكل الخبز القديم طبعا هكذا في الرؤية هذه الرؤية تدل على كثرة منافقين حولك لما تشوف سيادتك في المنام انت بتاكل خبز قديم اعرف ان انت فيه منافقين حولك فهذه الرؤية رؤية تنبيهية تحذيرية بتقولك خلي بالك في منافقين حولك فانتبه اما رؤية العيش او الخبز بصفة عامة رزق وحيانا تدل للناس كثيرة ان رؤية الخبز على وظيفة عمل ان شاء الله تبارك وتعالى سوف يظهر لك في الفترة المقبلة رؤية الخبز الابيض او العيش الابيض تحقيق امنية غالية انت تتمنها سوف تتحقق لك باذن الله تبارك وتعالى اما العيش الاسود طبيعي ان العيش الاسود للأسف الشديد لكل الناس تعتبر رؤية مكروهة الا صنف واحد او نوع واحد وهي البنت العزباء العيش الاسود للبنت العزباء زواج من رجل ميسور الحال رجل غني بخلاف البنت العزباء العيش الاسود رؤية مكروهة من الممكن انها تكون مشاكل من الممكن انها تكون ضقة مالية من الممكن انها تكون هام او 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 الى اخير خلاص كده طيب رؤية عجين العيش العجين نفسه أو عجين الخبز هذه الرؤية تدل على المال الحلال أما رؤية خبز الخبز أو خبز العيش هذه الرؤية تدل على الرزق وحيانا تدل على الوظيفة إن شاء الله رؤية فتاة العيش أو خبز مقطع فتاة هذه الرؤية تدل على الصحة الجيدة للرأي فهي رؤية جميلة رؤية العيش في القمامة أرى خبز أو عيش ملقى في قمامة هذه الرؤية تدل على انخفاض أسعار السلع في الفترة المقبلة إن شاء الله يكون في انخفاض السلع لما شوف إن العيش ملقى في الزبالة أو القمامة رؤية التبول على الخبز طبعا هي رؤية طبعا تستحيل الإنسان يعملها في الواقع لكن إحنا دائما متفقين إن قضية الأحلام مالهاش قعدة شفت كده في المنام هذه الرؤية رؤية تحذيرية بل إنها رؤية مكروهة للغاية وهي تدل على نكاح محرم مش عايزة أقول زينة وهو بالفعل كذلك ولكن للأسف الشديد حينما يرى الإنسان هذه الرؤية استعيذ بالله منها وإذا كان مقبل على شيء محرم فلينتهي الرؤية اللي بعد كده وهي رؤية الطير يأكل من فوق رأسي لو رجعت القصة سيدنا يوسف هتعرفوا تأويل سيدنا يوسف بقى مش تأويلنا اقتراب الأجل عايزين بقى يحد يجدلنا بقى ارجعوا للقرآن وجدلوه انتم بقى فالقصة دي معروفة في قصة سيدنا يوسف فسرها سيدنا يوسف باقتراب الأجل لو شاف إن في حد إن في خبز على رأسه ويأكل منه الطير رؤية توزيع الخبز أو العيش سواء على فقراء أو على أي أشخاص هذه الرؤية تدل على أنك شخص في الحقيقة شخص كريم وسخي رؤية العيش المحمص هذه الرؤية تدل على وظيفة جديدة يعني وكأنك تعمل ولكنك سوف تنتقل إلى عمل أفضل من العمل الذي كنت تعمل فيه رؤية الأكل من كل رغيف قطعة أفترض إن أنا أمامي عدد معين من الأرغفة خمس أرغفة أو أربع أرغفة وشفت في المنام إن أنا باجي على كل رغيف وباخد منه قطعة والرغيف التالي قطعة والرغيف التالث قطعة والرغيف الرابع والخامس كذلك هذه الرؤية تدل على صفة جميمة جدا في الرأي وأنه طماع بزيادة انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته